دكتور علاء صادق بيقول مصر العسكر وكارسة الكوارس تسريبات من صحف أوروبا غاب محمد صلاح عن التدريب بعد أوامر سيادية بالتوجه فورا للغردقة لتصوير إعلانات زات طبع سياحي مع الأسباني سيرجيو راموس للترويج لمصر كواجهة عالمية وتلقى لاتحاد تعليمات لتبرير غيابه عن التدريبات بمعاناته من نزل برد اللي بيقوله كابتن دكتور علاء صادق قالوا سيء الزكر مرتضى منصور لما هترجع لأول بطولة أنا كنت بتابع الأخبار بس يعني باعتبار أني أنا بشتغل في القصة دي أول بطولة خالص محمد صلاح آخر لعب انضم المنتخب وكان محمد صلاح فيه لو أنتوا فاكرين بيستات سمك في الغردقة وكان جايب بقى نفسه على ياخت كده بيستات سمك ويش عارف إيه وبتاع مش في الغردقة في الجونة تحديدا يعني وبعدين مرتضى منصور طلع قال فين العدل أني لاعب في المنتخب ينضم آخر واحد للمعسكر عشان هو محمد صلاح يعني لو فيه ضبط وربط في المعسكر ده كان محمد صلاح أول حالي ينضم أو على الأقل زي زي زميله الدكتور علاء صادق كشف دلوقتي من كم يوم كده جاء سيرجي راموس مصر اللي هو بتاع ريال مدريد تقريبا مش بيلاع في ريال مدريد ما عمش بيلاع فيه بس ريال مدريد قناص اللي ضرب صلاح في كتفه فجأة كامل أبو علي اللي هو بتاع قرية ألف ليلة وليلة اللي في الغردقة راح جاب سيرجي راموس على نفقته الشخصية هو قال كده عشان يقضي الأجهزة بتاعته في الغردقة ساعتها الحقيقة أنا استغربته كان فيه كام لعب كده تانين برضو قدوا أجهزتهم في الغردقة الدكتور علاء صدق بيوضح أو بيلم الخيوط دي بيقول هو على مسؤول هو إن فيه تستريبات قالت إن محمد صلاح غاب عن المنتخب عن المعسكر أو راح متأخر يعني عشان يصور إعلان له علاقة بالترويج السياحي لمصر حد هيسألني سؤال عبقري جدا يقولي طيب ما محمد صلاح راح متأخر وده كان قبل بداية البطولة سيرجي راموس راح أول مبارح يصبر بس وفيه لعب تاني برضو قال بهجوم برضو وتسمعت إنه راح الغردقة راح من كم يوم كده حد هيقولي طيب إزاي بقى ده التوقيتات مختلفة يا سيد الفاضل لما بنصور إعلان أو فيلم مش دور الناس يكون مع بعضها بالمناسبة يعني يعني ممكن أخد شطات كل بطل الإعلان لوحده وبعدين أوفق الموعيد وده هيصور يوم كذا وده هيصور معايا يوم كذا بعدين في المونتاج بقى الليمة الليلة دي على بعضها فتبقى الليلة صح فيبدو إن اللي بقولي الدكتور علاء صادق ده صادق مية في المية إنه في حملة ترويج آآ مدعومة بقرار سيادي اعملوا حملة ترويج سياح المصر فيستغل سيرجي راموس واستغل آآ صلاح واحد تاني كده لعب ناسي اسمه عشان يبدو إن ده كلام صحيح اشتركوا في القناة